على مدار ثلاثة أيام يناقش المنتدى العالمي جول الحوار بين الثقافات بالعاصمة الأضربجانية باكو المشكلات والازمات التي يعانيها العالم من خلال جلسات نقاشية وحلقات حوارية يشارك فيها وفود وقيادات رأي من مائة وعشر دول المنتدى الذي يعود بعد خمس سنوات من التوقف بسبب جائحة كورونا يرفع الشعار الحوار من أجل السلام والأمن العالمي في مواجهة الصراعات التي تكتنف العالم أجمع منذ سنوات مضت ولا تزال نعود بالنسخة السادسة من منتدى الحوار بين الثقافات بعد توقفه منذ عام 2019 واعتقد أن القضايا والملفات التي سيناقشها المنتدى كالتنوع الثقافي والأمن والسلام والذكاء الاصطناعي ودور الشباب والحوار بين الأديان ستسهم جميعا في إيجاد حلول للمشكلات التي يعانيها العالم إلى جانب هذه القضايا كان العدوان الإسرائيلي على غزة والحرب الروسية الأوكرانية وتطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا حاضرة في كلمات المشاركين الذين أكدوا ضرورة تفعيل القوات الناعمة والدبلوماسية من أجل حل هذه الصراعات والخلافات العالم يواجه حاليا أزمات عدة وخطيرة ويجب التعامل معها ومحاولة إيجاد حلول جذرية لها كالحرب الروسية الأوكرانية والوضع في منطقة الشرق الأوسط وتقع على أكتافنا مسئولية إحلال السلام بين الجانبين خاصة في الوضع في قطاع غزة وضرورة التوصل لوقف شامل لإطلاق النار المنتدى الذي أفرد مساحة واسعة من برنامجه لأهمية الحوار بين الأديان في حل الصراعات العالمية لم يقفل كذلك قضية ألغام ومخلفات الحروب داعيا إلى إيجاد حلول عملية لهذه القضية التي تهدد الآثار الاجتماعية والثقافية العالمية بعد توقف دام خمس سنوات يعود المنتدى العالمي للحوار بين الثقافات إلى العاصمة الأضرب جانية باكو في نسخته السادسة سنوات ظهر خلالها العديد من الأزمات والمشكلات التي تهدد السلام والأمن العالميين ويأمل المنتدى من خلال جلساته وحلقاته النقاشية في إيجاد حلول لها أو تقليل تداعياتها على الأقل على دول العالم أجمع أي من جتلة عربي من العاصمة الأضرب جانية باكو